إلى مقاطعة وليانجا كذلك إلى ولاية جيد مقى حيث تستعيد أحياء وعديدة في مقاطعة وليانجا الحياة الطبيعية بعد السيور والفيضالات التي تعرضت لها مؤخرا يتي ذلك في وقت تعمل السلطات العمومية على إحصاء الخسائر والدفع بقوافل الإعانة إلى المتضررين هذا السحر الطبيعي حول وليانجا يبعث الأمل في موسم خريف مثالي تعطش إليه السكان وضربوا الأكفة ضرعا له لكنه قد يحمل في بعض طياته أحيانا بعض الأضرار الناجمة عن سيور داهمت الأهالي ما أدى إلى إلحاق الأضرار بالمساكن الطينية وتلك المشيدة من الأعرشة ومن فضلات الدواب إضافة إلى نفوق أعداد من المواشي هذه المقاطعة كاملة جلا ما أبقى تليها بقرة ولا أبقى تليها داء ولا أبقى تليها الشأس واشتن المقاطعة كاملة راحت واندرت واندرين وفقراء المقاطعة من الفقراء واندرت كاملة شوه الدارة ذكية من الدقيقة وهذه رأيها الساهلة شوه المذوق وداخل فيها هذا ما لك سمعته واندروا العون عندهم ولانا وعونك دمرت الأمطار مسكننا أهرع إلينا المواطنون من كل الألوان وقفوا إلى جانبنا أعطونا مساكنهم الحمد لله الأمور تتحسن نداء وصل إلى السلطات المعنية التي كانت أخطرت المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية قبل أن تقع الفأس في الرأس البعثة التي تضم الأمن العام لوزارة الداخلية ونظيره في وزارة الإسكان ووالي قدماغة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الأجهزة الأمنية العسكرية في الولاية والمنتخبين وقفت على جوانب من الخسائر في هذه الجولة التفقدية قبل أن تعقد اجتماعها لتقييم الضرر ووضع آلية لجبره قامت السلطات العمومية بإعداد قابل في الدورة عودة شوفت سمعته أن طرقة يامس من واكشود محملة بالحاجيات الأساسية للمواطنين المحتاجين للمتضررين حاليا من خيام وأفريشة ومواد قدائية واغضية وما إلى ذلك وفي هذه الحاجيات الضررية إن شاء الله لإيقاثة جميع المتضررين على مستوى ولاية قدماغة بشكل عام وخصوصا على مستوى مقاطعة واللنج تأثرت بعض الخدمات والمرافق في هذه المدينة الحيوية والتي تعيق الوضعية الجيولوجية المعقدة لأرضها ربط أجزائها بالخدمات الأساسية فهذه التوصلة المائية تضررت ما أدى إلى أزمة عطش داخل هذه المدينة في وقت ما تزال الأمطار تمنع الوصول إلى مناطق تابعة لمقاطعة وليانجا هذه هي مقاطعة وليانجا ذات السبع بلديات تأثرت كما تأثرت باقي مقاطعات ولاية قدماغة بكميات الأمطار المتحاطلة هذه المدينة تعرضت لكميات كبيرة من السيول أدت إلى نفوق عدد من الدواب كما أدت إلى خسائر في الأرواح وخسائر أيضا في الغطاء النباتي وفي الحقول الزراعية هذه المدينة تقع عند نقطة حدودية مع جمهورية مالي حيث لا تبعد عنها أقرب مدينة مالية بطعة أميال سعيد الحبيب للموريتانية وليانجا نبقى في جيد مقى حيث تعيق السيول الحركة باتجاه غاب وانطلاق من قرأي وذلك بالتسامن مع سيارات ميدارية تؤديها بعثات حكومية للاطلاع على حجم الأضرار وإحصاء المنكوبين واحتياجاتهم اكرر أن هذه الأمطار تسببت في تشريد العسرات وتدمير السدود وحواجز على طول الطريق الرابطي بين سينبابي وقرأي عودة إلى الزميل سعيد الحبيب مرة أخرى عمر لم يبلغ بعد سنة مدرس لكن والدته هرعت به إلى هذا الفصل الدراسي ليس للتعلم وإنما للنجاة من آثار فيضانات وسيول أدت إلى خسائر في القرية وسوت مسكنهم المشيدة من الطين وعصان الشجار أرضا أدت السيول القوية إلى تدمير منزلنا وفراشنا خشيت على الصغير حملته لا ألوي على شيء قالوا لنا إنما باني المدرسة آمنة شكرا لهم فقد ساعدنا في النجاة منها وتفاهمنا مدرسة صندقانديا التابعة لمقاطعة غابو تحولت إلى مساكن مؤقتة تعلم الأسر فنون الصبر والتحمل إزاء موجة السيول والأمطار وتعطي في نفس الوقت دروسا في مجال التضامن والوحدة بعثة حكومية بدأت الاتصال بالمتضررين تضم البعثة الأمين العامة لوزارة الداخلية وبعضوية نظره من وزارة الإسكان والوالي والسلطات الأمنية والعسكرية والمنتخبين وممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وهي بعثة تسعى إلى الوقوف على حقيقة الخسائر وقد تعهدت بحلول دائمة للمواطنين طرقة حكومة قافلة مكونة من عشر شاحنات باتجاه ولاية قدماغة هذه الشاحنات محملة بجميع الحاجيات الأساسية والضرورية للوقوف بجانب المواطن في طرفية الخاصة جميع الحاجيات الأساسية من خيام من أفريشة ومن مواد قذائية وأغطية وما إلى ذلك فيها جميع الحاجيات الضرورية للمساعدة المتضررين على مستوى مقاطعة سيليبابي ومقاطعة ولينجي ومقاطعة غابو الذي يكون في اليوم هذه البعثة زارت كذلك قرية الجديدة واطلعت على أوضاع المنكوبين بسبب الفيضانات هذه الفيضانات التي أدت كذلك إلى تدمير أجزاء من السدود والحواجز المائية خاصة على محور سيليبابي قوراي هذه الطريق من يوم أنه عدلت في هذه الصلاة هذه وثنتين معاها وكل سنة ينقفل ويلقفل إذن عندنا طالبين لأنهم يعودوا بوهات طالبين من الدولة لأنهم يعودوا بوه الفوق يستمر مجي تحته ويستمروا ما عندهم مشكلة وهم بطريقة ما هم بزينش سيانهم والعدل ومثل الصلاة لنبتهم الجديدة هاي وصلا بقاندي وما المي والله ما مي أوضاع تفاقم منها كميات السيول المتدفقة من السفوح وترغم كثيرنا على انتظار آليات الصيانة بينما واجه آخرون في الطرق الفرعية صعوبات في مواصلة المسير أدت السيول والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من ولاية جيد ماغا إلى دمار كبير في الجسور والحواجز المائية التي جرفتها السيول بعيدا نحن هنا في منطقة نائية نبحث عن الطريق إلى غابو هذا الطريق الذي سدته المياح سعيد الحبيب للموريتانية على مشارف غابو